السلام عليكم طلاب نحن نبدأ بشابتر جديد وهو شابتر ثري ولكن قبل ان ابدأ بشابتر ثري انا لدي ملاحظة بسيطة شرحتها بشابتر اول كانت فيها اكو خطة اللي هو سكرنينج تذكروني من احنا خذنا سكرنينج بين نقطة اي بي و نقطة سي دي واتفقنا انه سكرنينج يكون من اشوف انه رقم الاول هو اصغر من الرقم الثاني هنا فقط نعدل على الملاحظة انه سكرنينج تكون عندما يكون اكو اختلاف بالارقام يعني اذا كان اكبر او اصغر يعني بالحالتين هو راح يشتغل عندنا سكرنينج بس اذا كان نفس الارقام يعني نفترض اربعة بوينتين و اه اثنين و اربعين انه ما راح يكون سكرنينج لان هو الحجم مشابه ما راح يكون بتغير بالحجم فهذا هنا راح يتوقف عجل سكرنينج هاي الملاحظة حبيت ان اوه عليه نجي نتكلم عن شابتر ثري شابتر ثري يعني موضوع بسيط راح يتكلم على جزئين احنا راح تتكلم على سبرينج و راح نتكلم على البار نجي هنا نجي الاشياء المهمة مثل ما اتفقنا احنا سابقا هذا كل شي مو مهم ما يفيدني نجي الاشياء سبرينج المنت حتى اختصر عليك الموضوع هنا الموضوع احنا القوة يساوينا كي في يو جيد القوة شن هي القوة رامزها اف هاي القوة و احنا نعرفها سابقا الكي هي السبرينج واليو اللي هي يقصد بها الديسبليسمت اللي هي المسافة وهناها وذاكرك يعني القوة واليو والكي طيب طيب هسا هنا يقل هسا هذا السبرينج احنا تتذكرون مادة الفيبرايشن الفيبرايشن الها نقطة بداية نقطة انتهاء يعني قوتيا يعني سيقلش نور قوتيا هنا نجي ناخذ سبرينج على سبيل المثال احنا ما عريد اخذ هاي الهوسة هنا هنا نستغل هذا سبرينج بداية بسيط هذا هنا اي سبرينج الى نوت بداية ونوت انتهاء مثل هذا كي وان الى مثل يو وان و يو تو خلنا اخذ اكزامبل ثاني هنا عندي هذا سبرينج وهذا سبرينج وهذا سبرينج نجي نحدد النودات هاي النود البداية هاي النود انتهاء هاي نود هاي نود لاحظت انه شن هنا لاحظت انه قد يو وان يو تو المللي كي وان الكي تو يو تو يو ثري و الكي فور يعرفوا كي ثري هاي هانه كي ثري بها شن وهنا انتهي يو فور يعشق السبرينج الى ديسبليسمت اثنين جيد هذا اني الامور ما يهمني انا اريد تجي وياي هنا هاي احنا اتفقنا احنا اتفقنا مو القوة تساوي كي في اليو جيد انا حتى نشتغل على المصفوفات راح تجي انت تحفظ لي مصفوفة الكي هي ثابته كي بسالب كي بسالب كي بكي وسد الخط المصفوفة اليوم احنا اتفقنا احنا مو عدنا هنا سبرينجات هذا كي وان فهذا يمثل كي وان كي وان كي وان كي وان طيب تم عدي نو دات يعني كم عدي عدي وعندي يعني اي شحة يلا يو وان او يو بسيطة احنا نحاول من اقضل العمل بالمو على طيب هنا القوة هي احنا مجموع القوة نشوف كم قوة عدنا ما تحفظر عدي سبرونج واحد فعدي قوة واحدة فعال هذا الاساس سبرنج سيستم هنا شون انا وضحت لك النودات هنا لا رح ناخذ سبرنجات اثنين ناخذ الامنتات اثنين وشون نجمع الامنتات اثنين نجي نوضحها بالتفصيل قلي عندي هذا سبرنج اول سبرنج ثاني شون النودات اكو طلاب ما يعرفون شون يحددون النودات اذا ما تعرف ان تتحدد النودات تقول عدد الكي اللي هو سبرنج زائد واحد يطلع لك النود الخاص بالدسيبليسمت لاحظ سبرنج واحد سبرنج الثاني شم نودات عدي يعني عدد اثنين سبرنجات زائد واحد طلعت لجي قد ثلاثة لاحظوا واحد ثنين ثلاثة عديت شم قوة وحدة ثنين ثلاثة حلو يعني من نكون عديد يعني عديد دسيبليسمت وقوة مش مساوية يعني عديد ثلاثة قوة ثلاثة دسيبليسمت نوضح المثال بالتفصيل أنا عديد هنا لنود هنا نود هنا نود وهنا نود نود يعني شكيت واحد ثلاثة جيد اجي اخذ السبرنج الواحد على حدة هنا هنا بالاساس القانون الكاتب لي هو الاف في ساولنا كي في يو جيد السبرنج الاول كتاب هو كي وان و كي وان سالب كي وان بالمواقع بين يو وان و يو هاي يو وان و هاي يو فسوا هاي يو وان يو عندي كم قوة؟ عندي اف وان و اف تو فهاي اف وان اف تو كتب لي المنت الاول المنت الثاني لو نيجي اللاحظة هو كي تو هو نفس المصفوفة شتفق لنفس المصفوفة العفو نفس المصفوفة فغد تغيير الالقام اللي هو بدأ مع كي وان هنا رح يكون كي تو سالب كي تو سالب كي تو اف كي تو يعني اثنان اثنين من الشابهات بالاشارة وان اثنين اثنين من الشابهات بالاشارة طيب هنا واقع بين من؟ بين ديس بليسمت الثاني ديس بليسمت الثالث يعني يعني اكتب يو تو يو ثري مو يجي للطالب يكتب لي يعني يقدم بالديس بليسمت هذا يعتبر غلط جيد كم قوة عدي فتو وفتري حاليا ما لك دخل فتو وفتو انت هنا لك اكتب لي فتو وفتري باعتبار هو واقع احنا لقوة اثنين هو قوة ثلاثة هذا امشي لك بالمادة بالتوصيل حتى لا يصر على الانهوسة هنا لو تيجي قاعد يقول لك شون انا رح اجمع المنصفات في هذا الشكل انا اوضح الكهة فوق حتى يكون تطبيق عملي لها نجي هنا بس خلم ساحلك هاي احنا من بعد ما انطبق السبرينقات كل واحد على حدة ينازم انت تجمع السبرينقات كليات تنسوه هنا وهذا المصفوفة الخاصة باليو وهي المصفوفة الخاصة بالقوة جيد نجي هنا حتى يكون حلك مرتب يجب ان تقسم المصفوفة الى ثلاثة اخسام على ضوء انت تجمع عندك ثلاثة احنا نقسمها ثلاثة يعني هنا اقل لا يو هنا اقل لا يو وهنا اقل لا يو جيد هنا انا بالاساس باعتبار مصفوفة يو وهنا انا يو ثري كم قوة اف وان وهنا انا شنو الثري جيد هنا من سوىتها وقد فقط مصفوفة اللي هي عملية جمع المصفوفات اهنا هنا هاي المصفوفة متليه هكذا من عبارة عن اهنا هراتبه ب هذا الشكل كي وان السال كي وان بكي وان تجي المصروفة الثانية انت وين انتهيت اجيب هاي المصروفة كأنما ونفسها ادخلي هنا يعني اول قيمة اللي هي كي تو هنا اقلة كي تو بس هنا شاح تكون بينات زاد هنا سالب كي تو بسالب كي تو هنا بكي تو ما تبقى من المصروفة باعتبار بعد ما عندي الامة ثلاثة هنا اللي تبقى اقلة الصفر هنا الصفر لو تجي نشوف لاحظوا يا اي لاحظر التاب لياه فهذا الشكل جمع لياه هاي المت الاول هذا المت الثاني شوف خلى علامة زاد وما تبقى هو صفارة جيد هس احنا لحد الان عرفنا شلون نجمع المصروفة السوعة وشلون ننطي المتك الوحدة انا قلت لك ما ريد من عندك تحفظ قانون ايكي هو كي بسالب كي بسالب كي بكي هذا هو فقط هاي المصروفة تحفظيها بالسبرنج البقية الامور بسيطة تفهمها هس هنانا تذكرون هذا الشي فرض هو قلي قلي افرض يوان نساو نصفر احنا ما رح نفرض حتى احتي لك كواقع احنا شوكت نقول يوان نساو نصفر لو نجي لل من اكزامبل مالتنا قيل لك بهذا الاكزامبل بهذا الشكل انا شو احساو احساو لها تعديل بسيط اذا كان حاط اذا كان حاط خلي ببالك انه السرعة بهاي النود احنا هنا قلنا يوان يعني النود الاول فهنا نشك وحاط يوان يساو لنا الصفر خلي ببالك يعني اذا كان عندك حاط هنا وعندك حاط هنا بهذا الشكل يعني يوان يوثلاثر يساو لنا الصفر هسا حاليا هو فارض بسيط يساو لنا الصفر فرض بس انا ليش افرض خب احطيك مثال انه احنا راح نطبقى بعدين حتى لا تقللي شون صارت اليو وان او يو تو شون صار الصفر لكالت لك السبب من يكون اكو حاط اهنان ليش قال لو نجي هنا لو نرجع نقلي اف تو تساوي اف ثري وهي تساوي بي هاي شوكت مرات احنا نتساويها نساويها اذا انا عدي نقطة منها فوق ومساوي لي ساهم بهذا الشكل وعدي قوة بي اذا نساوي لع الرسم هج فاذا نساوي بهذا الرسم فهنا عدك وين هو بادي الرسم فعدك يمن نود 2 وعدك نود 3 هنا فيفرضها بي حتى نفهم احنا الافكار اللي يحط تصير ننجح لل ننجح للضوء الفرضية هسا نريد نمشى عالفرضية مالتنا اللي هو فارضها هسا يقل قبل اكمل طلاب هسا يقل لطلاب احنا جاء نستفاد من هاي المثال جاء نستفاد ماكو رابطة لحد الان هذا هو مو مثال خلي ببالك هذا من كل شاء الله جاي يجمع لك افكار يقل لك هاي الفكرة احنا رح نرتبها بهذا الشكل يعني اطاعك بالبداية فكرة كل مصوفة الخاصة بالألمي تكد لك مصوفة الخاصة بالألمي ماكو رابطة الخاصة بالألمي بعدين انت المفروض تجمع المصوفات يعني تسرسل بالحال جاي يصير طيب هسا يقل لك اذا كان عندك حاط هنا نفارض اذا كان عندك بمثال عندك حاط ومتطق لك افتو افتري مثل ما قلت لك انا بي انا شو نحن ستسوي يعني كده هاي افكار يعني شي مو مهم ما رح اطرقك يا انا هسا احنا فقط جاي نريد نفهم افكار يعني هسا على سبيل المثال هنا يو ون سألنا الصفر فخلينا الصفر هنا احنا تجمع وعدنا افتو افتري افتو افتري خلاك ياها بي بي جيد ركزوا اياي خلينا ملاحظة ببالك اليو ون ما يكون صفر رح يشطب السطر الاول والصف الاول هسا يقل انا انسى الملاحظة تعالوا يا يو ون هذا الرقم واحد يعني شنو الصف الصف ونفس اللحظة شنو العامود يعني تنتبه للرقم اللي بصف اليو يعتبر صف عامود تروح للصف العامود تشطبها ليه ما يطول هذا عد الصف الاول هذا هذا عامود اول يشطب ليه ايضا لا تنسى هو اشطبها ليه يعني حتى القوة تروح اضافة ذلك القوة هذان ثلاثة خلي عليهم خاطب باعتبار احنا كلها خالي الامور رح تنهمل ما رح يستفاد من عدها اللي يتبقى كي تو و ناقص كي تو ناقص كي تو كي تو هان نزلت هان العملية هنا يو تو يو ثري تبقى نزلت هان العملية هنا بي بي هسه ركزوا ايان هناش رح سوي هنا من اصل بهاي المرحلة انا مفروض منعدي اوجد يعني فالقيمة للسرعة الاولى والقيمة للسرعة الثانية اللي هنا هذا يتوقف الحال اذا قل لك بالسؤال انو انا اريد فقط خلنا شو انا قل لكم نجي لهنا حتى راوكم يا شون اللي هو global stiffness matrix اذا قل لك global stiffness matrix تتوقف اللي هنا اذا طلب من عندك disability placement راح تطبق هاي العملية يعني تسوي بها تكملة للامور يعني اللي هنا شنو انتفقنا يعني توقف اذا قل لك global stiffness matrix اكمل اذا هس هس هالعملية راح اسويها اليك تكملها اذا طلب من عندي displacement من يطلب من عندي displacement وانو واصل لهاي الخطوة اش راح اسوي تجي تقول الصف الاول في العمود الاول والصف الثاني في العمود الثاني يعني ضرب بصفوفات تسوي لها بس شون يعني هس نجي انطبق عملي يعني عندك كي وان زاد كي تو كلها تهويا مضروف في اليو وانحنا سالب سالب كي تو في اليو ثري شاحس هولي بي انه سالب كي تو في اليو ثو ضرب سالب كي تو في اليو ثو زاد كي تو في اليو ثري شاحس هولي بي يعني عندك معادر رقم واحد وعادر رقم اثنين اثنانا من توصلت لها الخطوة انت مباشرة تروح للحاسبة مالتك تطبق عملية الحذف بالحاسبة حتى يقتصر وقت على نفسك اللي هنا نوصل اذا طالب من عندك شنوه الدس بلايسمت هس اللي هنا هو توقف في الافكار قال لك احنا مرور امتلاح لاخذ افكار اكثر يعني صعوبة من هاي احنا ما عدنا بالسورنج شغلتين من اريد واذا راد من عندي بقية القوة شغلتها بسيطة لو نيجي هسا عسبي لمثال انا ردت من عندك اريد من عندك القوة هاي شاحس سوي انت كطالب تقل لحتى اوجد بي هي شنو باعتبار باعتبار كي وان زائد كي تو وان ناقص كي تو مضروف العمود الاول يعني الصف مضروف العمود فقط يطلع لي البي احنا تذكرون من حذفة القوة الاولى حذفة الصف وعمود هي ان هنا نفسها بس انا شاحس اضرب هذا الصف الاول بالعمود الاول يطلع للقوة الاولى جيت هس احنا شرحنا الافكار هس احنا نريد شي عملي مطبق بالامثلة نجي هذا اول مثال اكزامبل الاول هنا بهذا الاكزامبل لاحظوا اددي سبرنغات ثلاثة جيد من اشوف ان السبرنغ ثلاثة فايا الحال اقول عدد سبرنغ زائد واحد لتطالب يطلع نودات يعني حيطلع لك اربع نودات حتي تتأكد من الحل ادي واحد ثلاثة اربع اربع نودات شنو هن 아직 ساب Ú تساوي صفر ونهاية الحاط يعني يو فور تساوي صفر اضافة ذلك هنا لمطيني قوة طيب هنا القوة قيمتها قاد خمسمائة نيوتن فحال القوة احنا سنستفاد من عدها باعتبار هي قوة رقم ثلاثة اللي هي قيمة تشقد بدل اف ثري هي قيمتها بي هنا راح شرح نقول بدل اف ثري شرح يساوي بي طيب هسا يقلي ليش ما قلنا اف ثري اف فور لاحظ عن السهم ما وصل الاف فور اصلا هو اللي اقالي اللي احنا عده يعني بي هي تمثل القوة اف ثري احنا وضحنا الرسم احسري احنا نتكلم بالمثال قل لي يعني عدة ثلاثة المنتهات نازم اجمعها السواء واطبق القانون اف يساوي كيف اليوم نجي نطبقها لاحظوا يا اي هنا كي وان شا احسان كي وان كي وان سالب كي وان سالب كي وان اجي الاحظ هنا عدي مية يعني مية مية سالب مية بسالب مية هذا الميته الاو قيمتاش قال مية يعني اجي هنا. اقل له مية بمية سالب مية بسالب مية. حلو. هسه انا اش احساوي نفس العملية هنا اجي ارتب المصفوفة مالتي. هنا انا وحدها كل واحدة على حدا. قل لك هنا اطلع مصفوفة الكي اللي هي السبرينج. اقل له الف يساوي انها كي في اليو. هنا هنا شا قد عدي المميونتات. اللي هو ماياها واحد اثنين ثلاثة اربعة. اربعة. حلو. هنا اجيب المية بسالب مية بسالب مية. بمية. جيد اجيب المصفوفة الثانية اللي هي هاي ميتين من راح اخليه هنا اخلي بينات العلامة الجامع. يعني ميتين بميتين. سالب ميتين بسالب ميتين بسالب ميتين. حلو. هاي مش من ا biraz. ثانية. هاي اولى. هنا عندما أجب مصفوفة 3 هنا 200 و أخلي بصفها المية يعني مصفوفة 3 100 100 100 100 100 ربما لابيناتها جمع وسيتدر على أنه يشري مصفوفة 3 ما تبقى لاحظ ما تبقى كل الصفور صفر 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 هنا صفر 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 جيد هنا لو تلاحظه 900 x 200 تخليها 300 مية زاعة ميتين ثلاثمية. فجمحا. وعادة المصروفة فقط تشيء ترتيب. هس احنا شبعد اننا. نستفق نازم يكون افي ساولنا كي في اليوم. نجيل هنا. لاحظي. هاي مصروفة القوة. هاي مصروفة القوة اف. وهي مصروفة اليوم. وهي مصروفة الكي. نزلنا كي نفسها. اشقد اني منتات عدي اربع المتات. مفروض قد عدي قوة اربع قوة. حلو. نجيل هنا. نجيل الرسم. هنا القوة الاولى هاي. تمام? القوة ثانية اكو عديان قوة ثانية? ما عديان بالاساس قوة ثانية. لاحظوا هاي ما اكو. فشحق الا الصفر. شون انا عرفت ما عدي قوة? نين ما عدي مثل ما موجود بالنقطة ثلاثة. هاي ساقل الطالب. شانت شون سويت النقطة البداية? شوف نقطة البداية ونقطة الانهاية. هاي ما لها الدخل هي قوة. السحولة القوة اللي هي خاصة بالسبرينك. من مربوطة بالحاض. يعني قوة رد فعل. جيد. هنانا. القوة مقدة ثلاثة. شنية? هي الف ثري. شو اتفقنا? الف ثري حي ساولنا بي. نين هي اساسا المطينة البي. فهنا همزنا لها بي. القوة الاخيرة هي شنو? اف? فور. وضحة طلب. يعني اللي افتهمنا انه بداية والنهاية مات المربوطات بالحاوط اللي هي اللي احنا قوة. بس اللي عندي بالمنتصف اذا ما موجود مثل ما موجود بالنود الفور ثري العفو. هنا يعتبر هنا صفر قوة. لو نجي الهنا. لاحظوا يا اف وان و اف فور صفر بي. جيد. هس احنا شو اتفقنا لهنا يخلاص شغلنا كشنو? لا ما يخلاص. ليش? احنا مفروض نعوض حتى نسوي له مصفة مختصرة. احنا ما طول عدحات اتفقنا يو وين. ويو فور يساوي صفر. يعني هذا صفر. هذا صفر. شو اتفقنا هنا? من يكون صفر الصف الخاص بالرقم واحد. يعني احشتغل واحد. صف اول عمود اول. احشتغل اربعة. صف الرابع عمود الرابع. هنا انا صف الرابع هذا. هذا عمود الرابع. خلصت من عدان. اجي هنا ما تباقى لو تلاحظ. 300 بسالب 200 بسالب 200 ب300 نزلت. يو 2 يو 3 نزلت الصفر بي. نزلت. اللي هنا انا اخلص حلي اللي هو global stiffness. هو رايد منعدي شنو اوجده المطلب الثاني. لو نيجي لهنا المطلب الثاني. رايد منعدي بالدس بلايسمت. نيجي لهنا. بالدس بلايسمت قلت لك. تجي تضرب الصف في عمود. يعني انظر بمصفات احتياتي. اللي هو 300 يو 2. اريد منعدي كينما تسوي لمعادلتين. ناقص 200 يو 3. يساوينا شنو القوة الاولى اللي هي قيمة الصفر. سالي بنتين. يو 2. بتلاثمية. يو 3. شاحي ساوي لي بي. هاي معادلة رقم واحد. هاي معادلة رقم اثنيا. معادلتين صادت حدي. انا شنو غرض من انه اوجد معادلتين? اوجد معادلتين. حتى اروح اصويها بطريقة الحاسبة. تروح لي بالحاسبة. اه اه اوضحكم يا فيديو حمتين مفصل وحدة. انا المهم. تسوي لي معادلتين. انا حتى اصويها بعدين بالحاسبة بالكالكوليت توضع لك شون اسوي. اي معادلتين بها مجهوليا. واوجد المتغيرات. هنا ما راح اسوي بالحاسبة. اوجد قيمة اليو 2 واوجد قيمة اليو 3. اللي هو نفسه هنا. من وجدها ليه اثنيا هنا ثلاث. بس اهم شغلة اته. هنا من تريد من عندك تضرب مصوفات. ضرب المصوفات. هذا التوضيح راح يكون بضرب المصوفات بموضحها يكون بالشابتر اول فقط عند بعض اضافة ملاحظة انه تخلي بالك. انا راح استفاد من هاي العملية الحاجد يو 2 و يو 3 اللي هي غيمتها ثلاثة. يتبقى عملية الحذف اوضحكم اياها بالكالكوليت. هنا لان نجي مطلب الرابع. العفو الثالث. قال اريد من عندك ايجاد قوة ما بين النود الاول والرابع. شون اوجد القوة ما بين النود الاول والرابع عايش اللي هنا. احنا مستعد قلت لك. بالخطوات اللي قلت لك الرئيسية المفروض انت تعرفها. خلنا بساحة اني نهوسة. هتوضح. قلت لك من اريد من القوة شرح اتسوي. راح اتسوي ضرب مصف احتيادية. هو رائد من عدة القوة اولى. يعني شرح اتسوي. اجي هذا الصف الاول اللي هو الخاص بالقوة الاولى. اضربها بالعمود الاول. يعني مية يو سالب مية يو تو. صفر يو ثري و صفر يو فور. يعني هذان يتبقى يو و يو تو. جيد يعني. دعو نجي لهنا. لاحظ. سالب مية يو هسه تقلي ليش يو عافوا يو تو. اليو وان ما اخذها. لا تنسى انت خلي ببالك انه هسه انت حصلت قيمة انه اليو وان صفر. يو فور صفر. يو تو قيمتها ثنيا و يو ثري قيمتها ثلاثة. هذا اللي احنا حصلنا. هسه هاي شون حصلتها قلت لك بطريقة الحذف. يعني زا اتسوي عملية الحذف الهالي العملية راح تلاحظ انه يو تو يو ثري قد وصلنا الها قيمة انه ثنيا و ثلاثة. طيب هسه تقلي لي بيمين. لاحظ انت اساسا بيموجودة بالسؤال عدك اللي هي قيمة خمسمية. لاحظ خمسمية. جيد. هسه. اريد معدك توجد القوى الرابعة. حسه بسيطة. اقل لها يا بعن ما انه ترى اليو فور ترى صفر. هو اليو وان صفر. يو تو يو ثري اللي هي قيمتها ثنيا ثلاثة. صفر 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 بيو تو صفر. ناقص مية باليو ثري واللي هي شاح يصير من ناقص تثمية باعتبار يو ثري قد ثلاثة قيمتها و مية في صفر صفر. يعني شا اتفقنا قلنا صاف في عمود. شغلتها بسيطة. نجي هنا لا تلاحظ. نفس الكلام قلت لك يا قيمة سالب مية يو ثري. واليو ثري اللي هي قيمتها شا اتفقنا ثلاثة. ناس سالب ثلاثمية. جيد. هسه انت جوب جاي تجمع ملاحظات. ما يطلب قوة شراح يسوي. ما يطلب ديس بلايس ميت شراح يسوي. هاي المفروض بس تفهم هذا المثال ما يتبقى عندك بعض المثال صعب. هسه عندك اخر ما اطلب رقائل من عندك اريد القوة بالسبرينج الثاني. انا عدل الخاص بالسبرينج. طبعا فرق بين القوة بالنوت. تضرب اعتياده. بس القوة بالسبرينج لا. هسه هيتفرق. اجلي المصفوفة مالتها. اخذ هاي المصفوفة. شوف نحن نفسها سويها. انا خليت هاي المصفوفة. باعتبار القوة تساوي كيف اليو. جيد. فسويتها بهذا الشكل. بما انه مرايتها بالسبرينج اثنيا. فهي قوة اثنيا مال. فارمزلها باي و جاي. اللي هي. نقدر نستغنى عنها ونقول اثنيا اتلافة. جيد. هنا انا خلي ببالك. هنا اخلي ببالك. هنا راح تاخذ صف واحد. يعني مو انت تجي تقول صف الاول في العمود الاول. صف ثاني في العمود الثاني. لا. لان احنا بالاساس الريد قوة واحدة. فاحنا بالاساس لما نترجع للرسيم. وتلاحظ. احنا بالسبرينج الثاني قلت لك القوة الصفر. تذكرون القوة الثانية نقعناها. شنقناها نقعناها صفر. وبين من واقع بين واقع بين اثنين وثلاثة. يعني ديس بليسمة الاول ديس بليسمة الثاني. جيد. هنا خلي اقدر انا ارتبها باكثر دقة من هاي. وارشح اقول لها بالترتيب انه باعتبار احنا نريد القوة الثانيين فراح اقلب هذا الشكل. انا راح اخذ. مصفوفة واحدة. اقل السالب ميتيان. قلت لك تاخذ صف واحد في عمود واحد. هنا تختلف الحالة متاخذ للصفين. لاموال فوق لو اما تجاوب كيفك. انا حاخذ اقول لها السالب ميتيان. ميتيان. مضروبة بيما باليو تو واليو ثري. احنا اتفقنا السبرينج هذا الثاني واقع بين يو تو. وواقع بين يو ثري. هاي كي. تو. اسدها. هنا انا شا حيصانه. هنا القوة الثانية. جيد. من اريد ان القوة شاش اقول. اقول القوة الثانية. لاحظوا يا هاي القوة. راح يساوي ان الصف هذا. مضروف العمود هذا. يعني سالب ميتين في يو تو اللي هي قيمته اثنيا. سالب وميتين في اليو ثري اللي هي قيمته ثلاثة. فوجدناها اخر شي بشكلة قيمة ميتين. هذا هو المواضيع اللي المهمة المفروض على الطالب يركز عليها. من اريد من عندك انت مفروض توجد قيمة واذا اريدنا من عندك انت مفروض تسوي هاي عمليات بطريقة الحذف. واذا اريدت من عندك تيجاد القوة بالنودات تسويها بهذا الشكل يعني تاخذ القوة الصفر الخاص بها. القوة الاخيرة الصفر الخاص بها. واهنان اخر شي اذا اريدت من عندك القوة ايجادها بالسبرينج. فهنا هنا تاخذ صف واحد يعني مصفين صف واحد في العمود الضربة. الاكفاد ملاحظة بسيطة احنا عملية الجمع الكيات اللي هو سبرينجات لاني. هاي تطبق فقط لما يكون عدي سبرينج بهذا الشكل مستقيم. يعني من بي اي تفرع. التفرعات لا يختلف لحدش بيها. طيب هس احنا نجي ناخذ هذا المثال اللي هو اذا افتهمت الامور كلش طيبة خاصة بالسبرينج اللي هو يعتبر اخر مثال بالسبرينج. نوبا نتجيه للموضوع البار. اهنان قال لك احنا بدون ما نباع للسؤال هو سبرينج وقال لك انت روح لي اخذ شي. قال يعني شو اتفقنا. اتفقنا ان القوة تسعون لك فيديو. طيب. طيب هنان ش راح نسوي نجي هنان رسم يجي لي بهذا التعقيد. انت اول شغلة انتبه. هو 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 مرقمهم اليك يعني ما يحتاج ترقمهم. قال لك بداية الحال حتى تحل انت ترتب جدول اليك حتى الافضل الامنتات والنودات. نود اول ونود ثاني. جيد. هو مين بالاساس امرقهم. الرقم من هاي الجهة. لاحظوا رقم السبرينجات من هاي الجهة. قال لك هذا السبرينج هو بين رقم واحد ورقم اثنين. هسا حجي طالب يقول ليش ما خلى رقم اثنين هنا شوف. خلي ببالك ما طول اكو تفرع. فالرقم اثنين راح يكون هنا. هذا الرقم اثنين هو الشامل هنا. وشامل هنا. حلو. رقم الثلاثة. لاح تلاحظ هنا رقم ثلاثة. يعني هنا اثنين بين اثنين وثلاثة. بين اثنين والواحد. بهذا الشكل. هنا بين ثلاثة وخمسة. لاحظ هنا خلى لي رقم خمسة. بس هو رقم اربعة خلى ليه هنا. هذا الترقيم من وجهة نظر كانما المثال. يعني يقدر الطالب يغير هذا المثال. لو يجي انا نفترض مثال مالتي. وهذا الشكل بالامتحان. وانا ما عارف الترقيم يعني ما نبلش بالترقيم. فاول خطوة سأسوي الكاب الاخضر حتى اوضح للم يعرف شون يرقم. هذا رقم واحد. هايا رقم اثنين. جيد. يعني شاملي هنا رقم اثنين وهنا رقم اثنين. هنا انا ثلاثة. هنا انا الاربعة. هنا انا الخمسة. انا سرقمه بهذا الشكل. لما نجي لي هيتش السؤال. بس ما طلهم رقبك اياه. فهاي الامور اليك بسيطة. نرجى حتى اوضحك اياه على طريقة الجدول. الاليمنت الاول السبرينج الاول واقع بين يا نود ونود. واقع بين نود اربعة ونود اثنين. اربعة وثنين. الاليمنت الثاني واقع بياه نود. الاليمنت الثاني يعني كيث تو. واقع بين اثنين وثلاثة. شوف هاي كلمة رقم اثنين وهذا رقم ثلاثة. اثنين ثلاثة. طيب. الاليمنت الثلاثة السبرينج الثلاثة واقع بياه نود. بين نود ثلاثة ونود خمسة. جيد. الاليمنت اربعة واقع بياه نود. بين نود اثنين ونود واحد جيد انا هسا من رتبت اش راح هيكون الحل بسيط شنون لان هنا لاحظوا ياي انه عندك اربع كيات يعني كي وين اتفقنا انه هيكون كي وين بكي وين بسالب كي وين بسالب كي وين بس هنا راح تخلي فوقان نودات يعني بين واقع بين واقع بين نود اربعة نود الثاني عفو الـ displacement الثاني يعني يو تو يو فور يعني هي نفسة النودات هنا انا لمن اجي اريد اطبق لك الكي تو واحدها ايش راح يكون راح يكون اه بهذا الشكل اللي هو كي تو اب كي تو سالب سالب كي تو هنا اب كي تو اسد قوس هنا انا بين من بيا نود ونود بين اثنين وثلاثة يعني هنا يو تو هنا انا يو ثري جيد لاحظ نفس الطريقة بالضبط نفس الحالة التكملة اللي هو كي ثري وكي فور حتى باعتبار هو وضح الامر اليك ما يحتاج تعقيد لان هنا عندك انمية ثلاثة وانمية خمسة نفسة بدل ما تقول اثنين راح تخلي ثلاثة كي ثلاثة وبدل ما تقول اه كي ثلاثة راح تخلي كي اربعة بالاخر شي لاحظوا يعني كي ثلاثة وكي فور لاني من تظني هي وين واقعة بالضبط يقصد بين من وبين من يعني بين الديس بلايس منت الثالو الديس بلايس منت الاول بهذا الشكل هسه هنا راح يكون اكو اختلاف هنا انا طريقة مالة السبرينج الكي كامل يختلف عن باقة السبرينجات انان هو طبعا يخلي لك بس الكي ومتوقف الحل باقي يقول لك باعتبار انت عليك الحل المهم انت شون راح تخلي بالبالك انه شون هذين صارت بالاساس طريقتين انا راح اشرح لك الطريقة الاسهل اللي انا على اساس افتهمت الموضوع انت تخلي بالبالك اول شغلة ش انتفقنا سبرينجات اربعة يعني اربعة سبرينجات زائد واحد هي اعتبار خمس نودات اذا اتمتش انتعرف تحدد النودات جيد فتجي تقول يو وان يو تو يو ثري يو فور ويو فايف نفسه اقل له احنا يو وان يو تو يو ثري نفس الخطوات يا طلاب سوها وياي ويو فور ويو فايف هنا راح نعتمد بالاساس راح نعتمد علي من الانيمنتات الموجودة فوق السبرينجات جيد لما نجي السبرينج هو الاول وين واقع بين المت اربعة و المت اثنين نجي اللي هنا خلنا نغير لكلون حتى توضح المت اربعة و المت اثنين هذا اربعة و اثنين هذا المت اثنين وهذا المت اربعة لما نأجي يكون يصير الاسفل اللي احنا حددناه هاي اثنين وهنان اربعة عفوا الثنين هنا وهنان اربعة هنا انت شرح سوا تقل له سالب كيفور بس بالله خلنا نتأكد بالضبط بين المت اربعة و اثنين العفوا اربعة و اثنين اللي هو كي وان اربعة و اثنين العفوا طلاب انا بس اه هنا انت شان عنده غلط انا حددت هذا العمود وياي طلاب انا حددت العمود راح اشتغل سورة هنا احدد العمود اه اللي هو اثنين وهنا عد اربعة اجي هنا الاثنين احدد هنا خاط اجي هنا الاثنين كونها شوفوا بهذا الشكل بهذا الشكل حددت بهذا الشكل حددت المكان راح اخلي به الكيات هنا نفس الحالة انا شعدي عندها الاربعة يعني اخلي هنا الكي وعندي هاي الثنين اخلي هنا كي جيد بها الحالة شح سوي راح اخليها احنا لك كي وان بكي وان سعر كي وان بسعر كي وان والافضل طلاب راح اشحكم معها ببرقة واحدة حتى توصل الفكرة عين طلاب حس احنا اخذنا السبرنقات لني الموجودات عندنا تمام حس احنا راح نجمعها كلين بسبرنق واحد احنا شح نسوي هنا راح نجي بهذا الشكل اخلي هذا السبرنق بهذا الشكل واخلي السبرنق هنا تمام نفس الحالة احنا راح اقول له يو وان يو تو يو سري يو فور وهنا نحن بساحة يكون عندنا مجال واي وهنا اخر شي يو فايف طيب احنا نفس الحالة يو وان يو تو يو ثري يو فور واليو فايف جيت نجي خطوة خطوة السبرنق الاول واقع بين ما واقع ما بين اليو اربعة ويو تو يو اربعة وين هاي يو تو هاد حدد الثاني العمود راح اشتغل به يو وين يو تو هاد مكان راح احسن الوالة لو نجي نجي الخط مننا راح يكون احنا احنا يو اربعة وهنا يو تو وهنا احنا يو فور وين بالضبط احنا راح تكون يوم اربعة ويو تو احنا احنا انزل اكيات مارتي المصفوف مارتي اللي هي شنو كاي one بسالة كاي one بسالة كاي one جيت هسا هناان شنو عندنا عندنا كاي تو واقع ما بين الثانيين وثلاثة احددان هاي الثانيين وهاي الثلاثة جيت هاي الثانيين واي الثلاثة يعني انا هنا وهنا هنا وهنا بين ثنين و ثلاثة يعني هذا العمود بهذا العمود جيد لما اجي اريد اخلي المصفوف ماتتي هي عبارة عن كيتو يعني هنا اقيلها زائد كيتو ابناقص كيتو ابناقص كيتو ابكي تو نيجي الكي ثري واقع ما بيني اليو ثري واليو فايف هاي اليو ثري واليو فايف هاي معناقصد بي هذا العمود في هذا العمود راح نشتغل uh three هذا uh three اخلي هنا واخلي هنا وبين من um five اخلي هنا نقطع واخلي هنا نقطع يعني کينو بالمختصر مفيد نازل بتنسق بين uh three ويو فايف نفس العمود تكون هنا يو ثري وان يو ثري هنا يو فايف هنا بخاذ الشكل جيد انا بناجي هنا نحن خلي اقلي كي ثري يعني زائد كي ثري بناقص كي ثري بزائد كي ثري جيد اخر المتبقى عدي هو كي فور بين يو تو ويو وان اجه هعدد العمود راح اشتغل عليه هاشتغل على هذا يو تو ويو وان واجه قل له وان العمود اه اه لصف ماتك هذا يو وان وهذا يو تو يعني راح اشتغل هنا وهنا بالصف الاول هذا الصف الثاني شرح اضيف اضيف كي فور سالب كي فور سالب كي فور خلنا اضيف هنا اقول زائد كي فور صارت مصفتنا ايب هذا الشكل يتلك يعني شنو اتنسق ما بين العمود والصف يعني اذا كان على سبيل مثال يو فور ويو فايف انا حددت العمود يو فور هذا ويو فايف هذا اروح ادور وين يو فور الو فور وهذا يعني هنا نحن خلي نقطة وهنا نحن خلي نقطة جيد بهذا الشكل هي راح تكون هاي او فور وهاي او فايف يعني سالس عدي اربع نقاط في هذا الترتيب نازم يترتب ليش احنا اربع نقاط بالاساس لان انت ما صرتك ما تكونها من اربع سبرينجات سبرينج ثلاثة بسالب سبرينج ثلاثة سالب سبرينج ثلاثم موجب سبرينج ثلاثة. فبهذا الشكل احنا نرتبها. سهلة بسيطة ما يحتاجها تعقيد. الباقي ما تبقى يعني من المصوفة مالتنا. راح نصفرها. يعني شون راح اقول له هنا. هذا ما اكو. صفر. 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 هنا انا ما اكو صفر. هنا ايضا ما اكو صفر. هنا ما اكو صفر. 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 وبصفر. يعني بهذا الترتيب. العافو طلاب. اهنا. شوفوا. كيفور. كيفور. بسالب كيفور. موجب كيفور. يعني عليها ضوء. ضوء انه محدد النقاط مالتنا. اذا اكو سؤال على هذا. واذا الطريقة هي ما فهمتوها حتى احاول بقدر امكان ارجع اشرحها بالتفصيل حتى توصل لكم الفكرة. هي شغلتها جدا بسيطة. يعني اذا على سبيل يو وان يو تو ويو ثري. وهنا انا يو وان يو تو يو ثري. وكانت عدية المصوفة ماتة بين يو وان ويو تو. احدد انا هذا العمود وهذا العمود راح اشتغل. بس اتباوع هذا العمود وين النقاطة تركز على هاي الجهة. يو وان ويو تو هنا. هنا احدد نقطة. مالت يو وان. هنا احدد نقطة. مالت اليو تو. وهذا الشكل هي راح تتردب. احتضل طبعا عن الطاقة بس حبيت انه اشرحكم موضوع كامل في فيديو واحد.